السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بفيديو جديد. شرح اليوم ان شاء الله هو طريقة لارسال متابعين لحسابك على تيك توك وكمان تقدر تعمل مشاركات للمقاطع بتاعتك وكمان تقدر تبعث مشاهدات على الفيديوهات بتاعتك. طيب لو حضرتك اول مرة بتشوفني على يوتيوب ياريت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا طبيعا كده نبدأ ونشوف الشرح طبعا هستخدم هنستخدم موقعين هسيب لكم رابط او رابط المواقع ديت تحت الفيديو مباشرة او في صندوق الوصف. اول موقع معانا دي الواجهة الرئيسية للموقع هنكتب بس الكاباتشا ديت سي اي هنيجي نعمل دي الواجهة الرئيسية بتاعت الموقع بعد ما عملنا او كتبنا الكاباتشا. طيب اول حاجة الفلورز الفلورز هنا بيقول لك ان هيحصل لها يعني هي في مرحلة بيقول لك بعدها اللايقات على الفيديوهات برضو يعني قريبا هيحصل لها التحديث بتاعها. طيب اللي شغال في الموقع ده ايه? والكومنت لايك يعني ايه? طيب خلاص احنا عرفنا ان هنبعت مشاهدات على المقاطع. طيب يعني لو حضرتك كاتب لايك وعايز ترفعه ان يكون اول لايك في التعليقات ده بتزود اللايقات او في الكومنتات. طيب خلينا بس كده نفتح الفيو. هنيجي نكتب هاجي ابحث عن ده. هنا بيطلع الحسابين. تمام? هاجي افتح الحساب التاني. هعمل سليبت. انا عندي في الفيديو الاخير حداشر الف وتلتمية. الفيديو اللي بعديه ستة الاف ومية تلاتة وعشرين. طيب الفيديو التالت مية ستة وخمسين فيو. طيب ده الفيديو التالت حاليا مية ستة وخمسين فيو. هقول له ابعت لي مشاهدات على الفيديو ده. هيبدأ يلف معي زي ما حضرتك شايف دلوقتي. وبعد ما يخلص يعني ينتهي من من الدورية ديت هيقول لك ان هو ابعت لك المشاهدات اللي انت قلت له ابعتها لي. طبعا ده بيرجع لسرعة الانترنت معك. كده احنا عارفنا او فهمنا الموقع الاولاني بيعمل ايه? طيب هو بالفعل ابعت لي المشاهدات. قال لي يعني هو ابعت المشاهدات. طيب عشان اقدر استخدم الموقع ده تاني لازم انتظر دقيقة وسبعة وعشرين او ستة وعشرين سانية. طب خلونا بس نروح على حسابنا التاني في التيك توك. ميدو شو? هخش على الحساب التاني. احنا قلنا تالت فيديو. تالت فيديو. اول فيديو كان حداشر الف. تاني فيديو كان ستة الاف. تالت فيديو كان مئة وخمسين. اصبح خمس تلاف وتمنمية وسبعين مشاهدة. طيب تمام كلام جميل. طيب هنركز برضو على الحساب ده ان الحساب ده في الفين وتمانين متابع. لان هنبعت متابعين دلوقتي عليه. الفين وتمانين متابع. حاجة يقفل الحساب. وهنتظر او على ما يخلص الدقيقة والكم سانية دولت. هنروح للموقع التاني. طيب دي الواجهة الرئيسية للموقع التاني. الموقع التاني تقريبا شكله. هنيجي بيقابلك تلات حاجات زي كده. اول حاجة تيك توك انستجرام فيسبوك. هنختار اول حاجة اللي هي تيك توك. هنكتب اليوزر نين بتاعنا. ميدو شو? هاخد بس ده كوبي كده. هاجي اعمل سيرش او هبحس عن اليوزر ده. طيب احنا قلنا هنشتغل على الحساب التاني. هتك هضغط على الحساب التاني. تقريبا بيقدم لناس الخدمات. بس الزيادة هنا ان الفانز شغال. يعني سند فانز يعني ابعت ابعت متابعين. طيب. مسال انا الوقتي لو حبيت برضو اه يعني اخد من الاوبشنات ديت حاجة. يعني مسلا هقدر اتكى على الفيديو كده. زي كده بالزبط اقدر برضو ابعت لنفسي من تحت كده حاجة اسمها يعني هبعت مشاهدات او هعمل يعني هعمل على المقطع ده. زي ما احنا ما شايفين ان ما فيش عليه ولا شير. يبقى فيه اقدر كمان اعمل عليه شيء اعمل شير واقدر كمان ابعت طيب. انا مش رجع تاني. عايز ابعت متابعين. احنا كنا عالين ان الحساب فيه. نبص على الحساب تاني عشان ادي لك الرقم يعني نشوف هيبعت لنا متابعين ولا يعني ولا مش هيبعت. احنا قلنا الفين وتمانين. هقول له ابعت لي يعني ابعت لي متابعين. هيبدأ برضو زي زي الموقع التاني. هيبدأ يلف شوية وبعد ما ينتهي ان شاء الله. هيقول لك ان هو بعت متابعين. تقريبا بيبعت عشر متابعين. طيب. كل ربع ساعة بيبعت عشر متابعين. يعني تعمل الحرقة دي كل ربع ساعة. خلونا برضو نتأكد ونشوف المتابعين دي اتوصلت ولا لا. ميدو شو? هخش على الحساب التاني. بقوم الفين وتسعين. كده وصلني المتابعين. الفين وتسعين كان من شوية الفين وتمانين وصل معايا الفين وتسعين. طيب تمام. خلونا بس نرجع برضو ونفوت على الحساب اللي كان فيه. اللي كنا منتظرين ان احنا ناخد منه. لا ده الحساب ده الموقع الاولاني. طيب تمام. هنا متبقى واحد وخمسين ثانية. عشان بس احنا ضيعنا الموقع من قدامنا فلازم يعيد في الثواني. عايزين نشوف برضو فكرة الموقع دي نستفيد بها برضو في حكاية الكومنتات. احنا قلنا ان الموقع التاني نقدر نبعت منه ونقدر نتكع على الفيديو نفسه ونعمل منه مشاركات. يعني نعمل مرة مشاركات ونقدر نبعت كمان يعني نقدر كمان نبعت مشاهدات من الموقع ده. خليه بس يخلص الكام ثانية دولت وهنشوف برضو حكاية الكومنتات ديت هتفيدنا. خليني انسخ ده. هروح على الهوم. احنا كنا واخدين في الموقع ده. هنجرب الكومنت لايك. هوريكو برضو فكرة الكومنت لايك ديت. هاجي انزل حاجي ابحث طبعا هخليني برضو على الحساب التاني. هنا بيقول لي اول فيديو اول فيديو في الكومنت لايك ان في خمس كومنتات. اول فيديو في خمس كومنتات. هقول له وريني الكومنتات ديت. طيب احنا شايفين اول كومنت هنا واخد واحد وخمسين لايك. واحد وخمسين قلب. طيب احنا هنزودهم بخمسة وعشرين كمان. طيب خلينا كده نشوف. هنيجي نعمل سند. هيبدأ برضو يلف معايا. الكومنت ده هيزيد خمسة وعشرين. يعني هيبقى ستة. وسبعين لايك. هنشوف دلوقتي. تمام. هو بيقول لي هنا ان هو الكومنت يعني ان هو بعت القلوب هتقدر تستخدم الموقع بعد دقيقة وسبعة وتلاتين سانية. طيب خلونا نشوف كده نفتح حسابنا. هكتب ميدو شو. هخش على اول فيديو. اول فيديو ده. هاجي افتح الكومنتات. بقى ستة وسبعين لايك. خدتلي بالك اوحيد. بقى ستة وسبعين لايك. يبقى احنا كده فهمنا ايه? فهمنا ان احنا نقدر نستفيد بالموقع ده. ان نقدر هنروح بس على الرئيسية على الهوم. نقدر ناخد منه ونقدر ناخد منه لايكات على الكومنتات. يعني لو انا كتب كومنت قدر ازود اللايك بتاعه. طيب خلنا بس نروح الموقع التاني. الموقع التاني هنفتح تاني وهنزل اختار الحساب التاني مسلا. هنا زي ما احنا ما قلنا يعني ان انا هقدر ابعت متابعين. الفيديو ده ما علوهش ولا شير. هاجي اعمل سند شير. هيبدأ يلف معي اوه. بعد ما يلف معي هيقول ان انا عملتلك شير. هو بقول لك كده سند شير. هنتظر عشان اجرب الخدمة دي تاني خمسة وخمسين ثانية. طيب خلونا بس نعمل نروح برضو نشوف هو فعلا المقطع ده اتشاير ولا ما اتشايرش. اتشاير اربعة واربعين شير. اتشاير اربعة واربعين شير. الاول ما كانش عليه ولا شير. دلوقتي اتشاير اربعة واربعين شير. طيب كده الموقع شغال مية في المية. عشان اقدر استخدم الخدمة بعد السواني دي اتما تعدي. عايزين برضو نجرب حكاية المشاهدات. هو تقريبا بيعمل كل حاجة. هنجرب دلوقتي برضو المشاهدات. تقدر تشتغل على الاتنين. الميزة في الميزة في التاني ان هو بيعمل لايقات على الكومنتات وبيعمل برضو مشاهدات. ما فيش ادنى مشكلة. هنرجع بس للهوم كده هنطلع فوق ونروح على الهوم. برضو هنخش على منصة تيك توك. هننزل بتاعنا. هختار الحساب التاني. على نفس الفيديو اللي انا كنت فيه. قال لي ان هو بعت كام يا جماعة? اربعة واربعين شير. على يمين كده هتلاقي اربعة واربعين شير كتلاول. كتلاول صفر. طيب انا عايز ابعت فيو. هنجرب بقى الفيو بتاعه. احنا قلنا ان المقطع ده. اللي هو اول مقطع جايب حداشر الف وتلتميت فيو. طيب خلونا كده نشوف. هنقول ان احنا عايزين نبعت فيو. هيبدأ يلف معايا كده زي ما بيلف هوت. وهنشوف هيبعت لنا كام كان وحداشر الف وتلتمية. طبعا منتظرين ده بيرجع لسرعة الانترنت. طبعا انا ما اقدرش اعمل اي حاجة لما يقول لي تم يعني خلاص بعت المشاهدات. طيب تمام كده. هو بيقولك ان هو وتقدر تجرب الخدمة تانية بعد اقل من دقيقة. الفنز بس هي اللي بتاخد ربع ساعة. لكن اي خدمة تانية في حكاية المقاطع. تعالوا بس كده نشوف الباعة للمشاهدات ولا لا? هنخش تانية على حسابنا وهنكتب ليوزر نيم. عشان يبلنا برضو من هنا ونروح نشوفها برضو من هناك. هخش على الحساب التاني. اول فيديو. وصل معي اربعة وعشرين الف وسبعمية. اربعة وعشرين الف وسبعمائة مشاهدة. طب ما تيجي نتأكد. هفتح الحساب من اول وجديد على التيك توك. هروح لليوزر التاني. طيب. اربعة وعشرين الف وتمنمية. على اليمين كده اهو. على اليمين من فوق اربعة وعشرين الف وتمنمية. هنروح برضو على الحساب. اربعة وعشرين الف وسبعمية. يعني تقريبا العملية واحدة. الفنز بس هي اللي تاخد ربع ساعة. لكن تقدر تفتح اي فيديو. هنا ستة الاف هوت. لو عايز تجرب الشيرات. لو عايز تجرب الفيو. او انك تبعت فنز. يعني او انك انك تبعت متابعين. دي كانت الفكرة. اتمنى ان الشرح يكون عجبكم. الروابط هتلاقيها ان شاء الله في صندوق الوصف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.